موسيقى أنا صراحة معمر نسمع شباد العيد هذا أول مرة قد يسمعون منك ما يعرفش يقدر يكون إنسان مطلوق عازم نصيحة للشاب من الأحسن بنادمي له وصل الوحد للاجه ووصل لديك شيء اللي يبغي علش لله مفكرش أنه يستقر ويدير عائلة أنا كنت شجي شبعنا ويتزوج حيث كتلوا العزم لا ماشي عازم الحمد لله والحمد لله مجوجين وقربنا نتزوجه شو نقول لك من الأحسن بنادمي يبقى عازم والله من الأحزن ألاش كتبقى عازم كتبقى ديالراص كتبقى لي بغيتش كتبقى بوحد كتبقى كتبقى لي بغيتش وحنا متان أمنوش باديكش كمسلمين وكعقيدة ولكن كحفلة وكهدا مكين بس كعزاب يجمعوا رأسهم اللي يرضي عليهم ويديروا علش يوليوه بكل صراحة ما عنديش فكرة على اليوم العالمي للعزاب كنا عرف بلي كين اليوم العالمي للمرأة ويمارس كين اليوم العالمي للرجل للنظافة للمرضى بالأمراض اللي هي صعيبة كالمرض الخبيت يعني الكنسر حرية الصحافة حرية التعبير بصفة عامة اليوم العالمي للعزاب ما عنديش دراية عليه وبالمناسبة فانا متزوج وأب لطفلة ونغتان من فرصة باش نوجه تحية كبيرة الأسرة الصغيرة ديالي وكنصح الشباب أنهم ما يفكروش أصلا في هذا اليوم حتى لا يكونوا عارفينهم وكل محدهم ما يعرفوا فيه وعلش الله ما يفكروش يكونوا أسرة ديالهم ومع كل احترام للعزاب طبيع الحال بمناسبة اليوم العالمي للعزاب كان كعازب شو نقول لكم بأن إنسان لا قدري توقع الله ويدير واحد الأسرة دياله ويفرح بولدته ومراته هذا هذا حاجات وينا في الحياة والإنسان ما يبقاش ديال عازيب لكي يقدر يدمرتن في سيدي الإنسان في هذا اليوم العالمي للعزاب كنت من أي أكو بل يتلاقيه ويسهل على اليوم الله يكونوا مع بعضياتهم في الخير إن شاء الله بشي ليكي اليوم العالمي للعزاب تنهن العزاب وتنقلون مجمع وراصم شوية ودايما يبقاش إنسان ديما عازيب يجب أن يكون أسرة يحاول أن يكون أسرة يحاول وشا نقول ليك أنتم من الخير لكل شيء لا تنسوش تابنوا وفلاشين وتأكتبوا جرس لكي يوصلكم جديد فيديوهات بيترس وتبرتجوا مع أصحابكم